السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة تعلم الهولندية ببساطة في هذا الفيديو سوف نتعرف على فكما أشرت في العنوان في فيديو اليوم سوف أتحدث على كل ما يخص فيزا تشينجين أو تأشيرة تشينجين وسأحاول إعطائكم ملف قوي جدا وبعض الطرق التي لم تسمع بها من قبل في البداية سأتحدث على الوثائق العامة التي يحتاجها أي شخص بعد ذلك سأمر للملفات الأخرى أي الوثائق التي يحتاجها كل من العامل الموظف والطالب وغيرها سوف أبدأ بالوثائق الموجودة في كل ملفات أي الوثائق المشتركة للجميع وقبل ذلك أريد فقط أن أشير إلى أنني سوف أعطي مثالا عن دولة فرنسا والتي تعتبر تأشيرتها يعني من التأشيرات التي يسهل الحصول عليها أولا نقوم بملء استمارة فيزا شينجين فرنسا جيدا وتوقيعها من أحد المواقع مثلا فرنسا أو هناك العديد من المواقع صورتين شخصيتين بنفس معايير الصورة الموجودة في جواز صفر ويجب أن تكون هذه الصور بخلفية بيضاء وحاديثة ثالثا جواز الصفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ثلاث أشهر بعد العودة من فرنسا أي يجب أن يحتوي هذا الجواز على صفحتين فارغتين على الأقل نسخ من تأشيرات الدخول السابقة إن سبق للشخص صفر بهذا الجواز زائد تأمين صحي لطول مدة الصفر إلى فرنسا إلى حين العودة ويجب أن يغطي 30 أو 30 ألف يورو على الأقل رسالة تشرح فيها الغرض من الدخول إلى فرنسا ويجب أن تشرح ما تنوي القيام به بالتفصيل أي إعطاء خطة للصفر مثلا حجز تذكير الطائر للذهاب والإياب زائد حجز فندق أو تقديم رسالة الاستقبال وهي من الوثائق الضرورية إثبات الحالة المدنية عقد زواج شهادة ميلاد الأطفال إن كنت متزوجا إثباتات مادية تبين قدرتك على الإنفاق على نفسك بشكل جيد طول مدة الصفر أي يجب أن تتوفر على بطاقة بنك مصري في ضرورية إثبات القدرة على إنفاق ما يقدر بـ 45 يورو في اليوم هذه من الوثائق المشتركة التي يجب على جميع الفئات توفر عليها بالنسبة للموظفين فهذه هي الوثائق التي يجب استحضارها أولا شهادة العمل أو ما يعرف بـ بالإضافة إلى وثيقة نسخة طبق الأصل لها زائد شهادة العطلة أو تيتر دو كونجي ثالثا كشف للراتب لآخر ثلاثة أشهر بلتان دسالر أو ما يسمى بكذلك بلتان دباي زائد نسخة طبق الأصل ضروري النسخ رابعا شهادة الإنخراط في الضمان اجتماعي بالنسبة للتجار فكل ما يحتاجونه هو السجل التجاري مترجم إلى اللغة الفرنسية إضافة إلى نسخة طبق الأصل منه كذلك يجب أن يكون هذا السجل التجاري أقدم على الأقل من سنة كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر ويجب أن يكون هذا الحساب نشيطا أي أنه يدخل ويخرج من الأموال باستمرار شهادة أداء المستحقات للصندوق الوطني للتأمينات إثبات دفع الضرائب المستحقة زائد وثيقة تظهر الأرباح والعائدات السنوية التي تجنيها من خلال تجارتك الأشخاص الذين وصلوا لسنة تقاعد وأرادوا استخراج فيزا فرنسا كل ما يجب عليهم أن يقدموه من وثائق هو إثبات المعاش لست أشهر أخيرة زائد إثبات القدرة المادية للإنفاق طول مدة الرحلة فقط فبالنسبة للطلاب أو التلاميذ الذين يريدون السفر إلى فرنسا كل ما يحتاجون هو بطاقة طالب أو شهادة مدرسية للتلاميذ بالإضافة إلى نسخة منها إثبات الموارد المالية للوالدين مثل شهادة العمل أو السجيل التجاري زائد وثيقة الكفالة من طرف أحد الوالدين أو الأقارب بأنه سيتكفل به ماديا أثناء السفر بالنسبة للعاطلين عن العمل فالعاطل عن العمل مثله مثل الطلاب حيث يجب أن يتوفر على من يكفله ماديا بشكل جيد بعد ذلك يعني يفضل أن يثبت لهم إمكانيات مادية محترمة حتى يضمنوا أن الشخص لن يبقى عندهم هناك للبحث عن عمل يمكن كذلك أن يقدم بعض من الإتباتات فقط يعني لدعم الملف بشكل قوي إتباتات قد تكون مثل سيارة، منزل، قطعة أرضية أو أملاك أخرى موسيقى